اشتركوا في القناة والامة الاسلامية والعربية بخير بمناسبة المولد النبو الشريف على مدار الاسبوع الماضي وبعد الحلقة الاولى من برنامجكم صرخة ناشئ تلقينا كمية كبيرة او من الاتصالات والرسائل ما بين مؤيد ومعارض الفكرة مؤيد محبط من اللي بيحصل في قطاعات الناشئين ومعارض عايز ينهض بالكرة المصرية كل ده وإحنا جايين ليكم بأمل جديد وطاقة نور لقطاعات الناشئين إحنا مش جايين نصفي حسابات مع حد ولا جايين نتهم حد ولا نبرأ حد كلنا هدفنا واحد الوصول الحقيقة ومعرفة ما يدور في كواليس كطاعات الناشئين من سلبيات وإيجابيات السلبيات إزاي نطلقها ونحاول نعالجها بمهنية وموضعية والإيجابية إزاي ندعمها ونبرزها علشان تكتمل الصورة كل هذا وأكثر في برنامجكم صرخة ناشئ معي ومعاكم بعد الفاصل أحد أيقونات الكرة المصرية ومكتشف المواهب الكابتن إبراهيم عبدالصمد استنونا بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وارجعنا لكم بعد الفاصل مع الكابتن إبراهيم عبدالصمد أيقونات الكرة المصرية صاحب العين الموهبة والحس القرى والجميل هو مدرسة مستقلة بذاتها أفرزة الكثير والكثير للكرة المصرية علامات في تاريخ الكرة المصرية أمثال الكابتن إبراهيم وحسام حسن والكابتن سيد عبدالحفيز ومحمد فاروق ومحمد عبدالجليل والكابتن هشام حنفي لو حبينا نعدي ونقول على الأسماء اللي اكتشافها الكابتن إبراهيم هنحتاج حلقات وحلقات وحلقات كابتن إبراهيم عبدالصمد نجم وصعد للكرة المصرية الكثير من النجوم معايا ومعاكم الكابتن إبراهيم عبدالصمد إزاي تحضر الكابتن أهلا وسهلا بيك نورتنا النهاردة كابتن وبيعرف يختار بشكل مميز كابتن إبراهيم لما نبتدي نتكلم عن قطاعات الناشئين في مصر لازم ناخد رأي حداتك في البداية إزاي بيبقى عندك الرؤية للولد في مرحلة البراعم تقول إن ده هيبقى لعيب كرة ولا ده مش لعيب كرة هي أول حاجة الميزة اللي بتبقى موجودة في المدربين اللي بيمسكوا القطاعات السعودية دي حتة الانتقاء الانتقاء الأول هو الأساس بتاع الشغل كل ما بتنطقي كويس وتبقى عينك جيدة في الانتقاء الولد يبقى مثلا تشايف إن العضلة بتاعته طويلة إنه حيطول إنه عنده سرعات كويسة إن جسمه قابل للنمو إنه مهاراته الأساسية المهاراته الأساسية اللي بيعملها وانت بتعمله الاختبار الأولاني بيعملها بطريقة جيدة مش على درجة عالية من اللقاء انت طبعا بتصلح حاله إنما تبقى نظرتك ليه بيتحرك كويس ولا لا فيه زكاء فيه زكاء عنده ولا لا الكرة مش معايا الكرة مش معايا هل بيتحرك للرجل اللي معك الكرة ولا ما بيتحركش ولا واقف مكانه كل الحاجات دي بتساعدك في الانتقاء وانت بتنتقل لما بنتنتقل من مرحلة الانتقاء لمرحلة التدريب عينك بقى السقبة وانت بتشغله مهارات الأساسية بتاعت الكرة هو أغلب المدربين اللي بيمسكوه القطعات دهلوقتي بيدوح على مكسب إحن مرفوض في في المراحلة السنية الصغيرة دي اللي هي نسميهم البراعم لغاية 13 سنة لازم tehtame بتنمية المهارات الأساسية لو ما تعلمش المهارات الأساسي في المرحلة السنية الصغيرة هذا عم مش معيتعلم و detail بتعلمها بطريقة جيدة أغلب المدربين اللي موجودين ديلوقتي بيدوحو عن مكسب وبالتالي ما بيهتمش بالمهارات الأساسية اللي هي بتساعده على المكسب لو هو اهتم بالمهارات الأساسية اللي تساعده على المكسب إزاي يستقبل الكرة، إزاي يمرر الكرة، إزاي يبعنده زكاء في الملعب إزاي يخلق مساحة لزميله، إزاي يتحرك لزميله وهو مع الكرة زميله مع الكرة في مشكلة لازم يتحرك له وهو مع الكرة انتقاء المراكز، بتشوف الولد موهبته بتطلع فين يعني موهبته هل هو سترايكر ممكن يلعب رأس حربة هل هو بيميل للدفاع شوية هل هو بتاع نص الملعب بيميل للنهار يعمل أسست بس كل الحاجات دي من خلال التدريب انت بتحطله المركز وبالذات النقطة بتاعت البوزيشن دي يمكن اهم نقطة اهم نقطة في تدريب الناشئين ويمكن بيحضرني هنا يعني حاجة قابلتني وانا بشتغل في خطاع الناشئين هشام حنفي هشام حنفي انا جايبه من نادي الصيد وهو سنه 12 سنة 11 سنة 12 سنة كان المسؤول عن قطاع الناشئين قالك لا ده جسم صغير لا مش عايزه قلت له لا انا اللي حمسك الفئة انا عايزه هشام حنفي المجال عايزي لعب أصحاب فبعد ثمينين ثلاثة كده قلت له لا انت فشتغل أصحاب انت هتلعب في نص الملحب طبعا زعل شوية انت عايزي لعب الأصحاب وعايزي جيب أجوان فاهم ان الدنيا هي اللي بيجيب أجوان هو اللي حت العمل فقلت له لا بص مش هتلعب اللي فوص الملحب في الحتة اللي أنا بقولها لك وانت يا هشام لغاية ما تبطل هتلعب في أول هتلعب منتخب مصر وانت في الحتة دي اسمع كلامي طبعا زعل وجاب لي والده والده طبعا يعني بيقتنع مقتنع بكلامي والمهمة أقنعنا انه هو يلعب في نص الملحب لغاية ما بطل هو بيلعب في الحتة اللي أنا عملتها فهي حتة الانتقاء والبوزيشن طبعا الكلام بتحديد ده هياخدنا السكة تانية يعني حضرتك عينك الساقبة هي اللي خلت الكابتن هشام وأقنعته انه هو يختار المركز اللي حضرتك اخترته له وهو اللي استمر معاه لحد ما بطل كابتن هشام طيب ده خلينا أخد حتاتك في السكة تانية نوعية المدربين نفسهما كابتن نوعية اختيار المدربين يعني المدرب اللي يدقرب في البراعم ايه مواصفات المدرب اللي عنده خلفية في البراعم بداية لازم يكون على الأقل زاول زاول لازم يكون زاول كرة القدم وبالتالي عارف المهارات الأساسية اللي هي لازم يعلموها في المراحل السنية السورية بعدين لازم يكون على درجة كويسة جدا من التعليم لان التعامل مع المراحل السنية دي ما بتتطلبش مدرب كويسه بس لا بتتطلب مدرب عنده درس أصول تربية وعلم نفس التعامل مع المراحل السنية دي لازم تحسس الطفل ان انت أبوه ان انت بتعلمه وان انت بتربيه سلوكيا وفنيا كابتن إبراهيم شايف الكلام ده موجود دلوقتي يعني موجود المدربين لأغلب المدربين ما عندهمش اللي أنا بقوله ده يعني أغلب المدربين طبعا أنا ماسك قطاعات الناشئين بقالي 20 سنة سواء على في النادي الأهلي أو في منطقة القاهرة كمدير فني للمنطقة وبتعامل مع المراحل السنية السورية دي بشوف الحقيقة مشاكل كتير جدا 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 بتقابلنا بعض من المدربين أولا الحاجة اللي أنا قلتها في الأول مش موجودة عندهم التعامل مع المراحل السنية دي بيشخط وبعضهم 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 بيدرب وبعضهم بيدرب نوقفنا متشات قبل كده عشان فيه مدرب فيه لعيب ماسمعش كلامه وجابه من آخر الدنيا وبيضربه فاحنا موقفين اللعب وقلنا الفرقة دي تطلع الفرقة دي تطلع ما تكملش وشكينا المدرب وشكينا المدرب لمجلس إدارة النادي بتاعه عشان هو ما يعرفش يتعامل مع المراحل السنية هذا صعب جدا يعني مدرب يضرب لعيب الأمور السلوكية من المدربين مهمة جدا ومهمة أنه يعرف يتعامل مع المراحل السنية دي من غير شخط ومن غير حاجة ومن غير توجيه نعالج الحاجة دي إزاي كنت يعني الاختيارات بقى إزاي ما هي دي بتتوقف على مجلس الإدارة يعني بتتوقف على مجلس الإدارة بتاعت الأندية وأنا شايف أن يعني يمكن أغلب الأندية الكبيرة بتستعين بمدربين عندهم من الكفاءة الجيدة جدا وعلى درجة عالية جدا من التعليم والثقافة يعني وإحنا بنقابلهم بقى في المبارات اللي إحنا بنعملها المهرجانات اللي إحنا بنعملها وشايفين إن في بعض من الأندية بتعمل حاجات كويسة قوي على مستوى قطاع ناشيين وبعض كتير قوي ما بيعملش الحاجات اللي إحنا بنتكلم فيها دلوقتي يعني المدربين مش على مستوى بتتدخل بقى المصالح الشخصية والحبايب في التعينات لما بتدخل مصالح الشخصية في التعينات وبالتالي ما بيبقاش على مستوى جيد من التعليم ومن المهارة ومن الحين كأنه يضرب الولاد على درجة عالية من التدريب يعني ما بيعرفش يعمل الوحدة التدريبية متدرجة المستوى وبالتالي ما بيديش الطفل في المراحل السنية دي كل مراحلة سنية لها حاجات معاناة لازم تتاخد لازم تتاخد وبتتطور بنمو الولاد الولاد بيك بار سنة بنبتدي نحسن له المهارة بنبتدي نديله حاجات مركبة أكتر هنستاذر حضرتك حضرتك كابتن أمراهيم نشوف الفيديو ده ونرجحته اشتركوا في القناة 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 إنما لو علم كويس المكسب حيجيله على طول أنا أقدر أحافظ على الموهبة في الأعمار السينية الصغيرة لحد ما يتصعد يبقى فريق كبير أقدر أحافظ على الموهبة لإني دي في مرحلة خطيرة يعني بيحصل فيها بيلاقي نجوم في مراحل الصغيرة ولما يتصعد للفريق الكبير ما بيلاقهمش إزاي أن أحافظ على الموهبة لحد ما يتصعد للفريق الكبير كبير؟ أولاً لازم فيه اهتمام من مجالس الإضاءات بالقطاعات دلوقتي يعني أغلب مجالس الإضاءات بيعتمدوا على الشراء يعني دلوقتي دخل الاحتراف فحطة الاهتمام بقطاعات النشئين بقت وليلة شوية عند بعض كبير من النوادي طبعاً يعني مثلاً يعني أنا أقول حاجة صغيرة كده كان أغلب النوادي أغلب النوادي اللي في منطرة القرارة اللي أنا يعني بمشرف عليها يعني كانت بتعمل تغزية للولاد يعني ثلاث مرات في اليوم وطبعاً يعني بتتفاوت مستويات الطبقات اللي الولاد جايين منها ممكن ما بيأخذوش التغزية السليمة وبالتالي النوادي كانت مهتمة جداً بحيث التغزية للولد الولد بيبزل مجود كويس وبعدين في البيت ما بيأخذش العناية الكافية من الغزاء وبالتالي بيحرق أكثر من اللي دخله وبالتالي النموه بيقل شوية النوادي كانت مهتمة جداً بتعمل ثلاث مرات تغزية وتغزية على أسس سليمة يعني بتغزي الولد بيقدر يعوض الجهد اللي بيتبزل وبالتالي كانت قطاع الناشئين زمان زمان أيام ما كنا احنا مسكين قطاع الناشئين كانت بتطلع العيبة كتيراً قوي للفرق الأول مكتملين فنياً وسلوكياً وبدنياً وبتقدر تديهم لما بيوصلوا للمراحل السنية اللي بتدي فيها التحملات وبتدي القوة وبتدي الصرعة وبتدي كذا 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 بيقدروا يتحملوا الجهد ده وعضلاتهم بتستحمل لأنهم عن تحطية الأساس خلاص انت حطيت الأساس وبتبني عليه مفروض أن احنا اتطورنا يعني المفروض أن احنا اتطورنا بقى يعني زمان حضرت بتقول زمان كانت الحاجات دي موجودة موجودة دلوقتي ما بيقدش موجودة لا مش موجودة لأ أغلب النوادي أغلب النوادي اللي احنا بنكلم عليها بدون ذكر أسامي لقوا حتة التغذية للأطفال الصغيرة لقوا حتة الإقامات كانت أغلب الأندية بيعملوا إقامات للأولاد الأولاد طبعا بيجوا من محافظات مش كله من القهرة وبالتالي لغوا حتة إقامات فبقى الولد يبزي المجود جامد جدا عشان ييجي يطلع من بيتهم مثلا الساعة ستة من غير فطار ومن غير حاجة عشان يلعب الماتش طبعا ما بيقدش بالصورة الجيدة إنما لو بيت ومرتاح و24 إرات بيس حيفطر وبعدين بيلعب الماتش بتاعه أكيد حيدي لك عائد فني كتير قوي ما هي تديها إزاي دي نعليجها إزاي نقول للأندية يعني المفروض أن احنا اتطورنا يعني حداك بتقولي زمان يعني حداك في مدرسة الكورة في قطاعات النشئين زمان كنتم مهتمين بالتغذية دلوقتي الزمن اتطور مفروض أن احنا بنطور أكتر مفروض يبقى فيه خبير تغذية في الفرق مفروض الكلام ده كله لا ده بالعكس احنا بنرجع لورا يعني ما بقاش فيه تغذية في الأندية ما بقاش فيه حد يدور على الحاجة دي طب احنا المفروض نقول للأندية ايه أو نوجه الرسالة لمن يعني لازم أولا يعني مش طول عمك هتعتمد على الشرع لأن كل ما تهتم بالنشئ بتاعك كل ما تهتم بتعليمه على درجة جيدة سواء التعليم كتعليم في المدارس وكده وتعليم السلوكيات وتعليم المهارات في الملعب لأن كل ما الولد يبقى سلوكياته كويسة ومتعلم كويس أكيد حيسمع كلام المدارب وحينفزه وبالتالي العائد العائد حيرجع لك انت وأنا بدي مسألنا محمد صلاح محمد صلاح كان بياخد 3-4 مرات عباً ما يوصل نادي المقاولين طبعاً إجهاد عليه إنما لما ابتدى يستريح لما ابتدى يستريح ابتدى يبقى ليه مكانه بيباد فيه ابتدى الكرف بتاعه بيعلى لما ابتدوا يدوروا بقى أنه هو بيحترف بقى العائد على نادي المقاولين كبير جداً من حصيلة بيعه كل ما بيتبعه برقم معين كل ما بيشارك كل ما بيتنقل من نادي النادي فيه نسبة نادي المقاولين النسبة دي عالية جداً النسبة دي مفروضة لحصيلة جزء منها يفرغوا لقطاع الناشئين بحس يطلعوا أكتر من محمد صلاح وأنا متابع لنادي المقاولين عندهم مواهب كتير جداً في قطاع الناشئين الأهلي عنده مواهب كتير جداً في قطاع الناشئين إنبي الله أكبر عنده مواهب كتير جداً في قطاع الناشئين لو اهتموا بيها الاهتمام في التغذية وفي النوم أكيد العائد العائد حرجلهم ما يبصوش تحت رجليهم لازم يبصوا النظرة البعيدة دي في قطاع الناشئين لازم تبقى موجودة عند المسكين في قطاع الناشئين وبالتالي كل ما مجلس الإدارة أو مجلس الإدارات اللي بتبقى موجودة بالأندية بيلاقوا العائد العائد جاي لهم بطريقة جيدة أكتر من اللي بيصرفوه أكيد النظرة هتبقى شاملة على أقطاع الناشئين وبالتالي هيبتدوا يهتموا لا دا احنا طالع لنا كذا دا احنا نقدر نعمل معهم عائد دا احنا هيجيب لنا يعني الأمور هتضغير جدا وأنا شايف بعض بعض النوادي بتهتم والبعض الآخر لغى حتة الأكل ولغى حتة التغذية ولغى حتة المسؤولي التغذية اللي هو يغزله من الغذاء الصحي اللازم عشان يعوضوا المجهود اللي بيعملوا في الملعب كابتن إبراهيم في الأولى الأخيرة ظهرت أو بقالها فترة هروب الناشئين لأوروبا والدول العربية ويبيتجنسوا وبيلعبوا في انتخابات عربية تانية بدون ذكر أسماء يعني نعالج الموضوع دا ازاي ومن المسؤول عن هروب اللعيبة دي لا هو طبعا إذا كان فيه لعيب بيهرب من قطاع الناشئين فدي مسؤولية المسكين في خطاعات الناشئين يعني ما بحددش مين أنا ما عرفش مين اللي هرب إنما بقول مسؤولية الناس المسكين في خطاعات الناشئين أنا لما لقي موهبة عندي أنا لما لقي موهبة عندي وبرومسنج أنه هو يلعب فريق أول وبرومسنج أنه هو ممكن يحترف برا لازم أعمله عقد لازم أعمله عقد احتراف العقد الاحتراف دا بيبقى من ثلاث نسخ بيبقى فيه نسخة عند مدير خطاعات النادي يعني فيه نسخة عند النادي وفيه نسخة عند الولي الأمر وفيه نسخة في اتحاد وبالتالي انت حافظ حقك في الموهبة اللي طلعالك دي إنما انت لو انت مش متابع التطورات الفنية عندك في الفرق أكيد حد هيهرب منك لو انت متابع جيد أكيد محدش هيهرب وبالتالي الموهبة بتبان ولو بتابع التدريبات وبتابع المباراة اللي بيشارك فيها قطاعات الناشئين هتشوف مين البروميسينج اللي هو هيطلع فريق أول اللي هو ممكن يحترف ممكن تعمله عقد احتراف وبالتالي يبقى دا تابعك لو تبقى حيبقى العائد على النادي وحيبقى العائد لو طلع فريق أول يبقى حاجة كويسة بدل ما تشتري من نوادي أخرى أو تشتري من أفريقيا أو 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 يبقى أنت حريص يعني المسؤولية هنا بطاعة على قدارة النادي على اللماس القطاع الناشئين لأنه لما مجلس الإدارة بيعين مدير قطاع الناشئين بيدي له كل الصلاحيات بيدي له كل الصلاحيات أنه يتصرف في قطاع الناشئين كأن دا كأن ما عوضه في مجلس الإدارة لأنه أدم حط صيخته فيه وشايف أنه هو جديد بالمنصب يبقى بالمنصب يبقى لازم يلم بكل الولاد اللي موجودين في القطاع من المستوى بيقل من الكرف بتاعه نازل يمشي من اللي بيطلع يبقى لازم نعمله عقد وبالتالي يبقى جديد بالمنصب اللي هو فيه إنما لو هو يعني في حد فلت منه يبقى هو مش متابع جيد للولاد اللي عنده كابتن أبراهيم حضرتك يعني على مدار الطويل قوي كنت موجود في القطاعات الناشئين المختلفة إيه أكتر سلبية حضرتك شايفها والحد النهاردة ما بتتغيرش والله هي فيه مشاكل كتير أنت كده هندخل عيش التعليم لازم نخش عيش التعليم آه فبص بعض المدربين بيبصوا على المكسف جايز؟ فبالتالي بيجيبوا أولاد مسننة الولاد المسننة دول اللي هما بقى بيجوا من الأذياف فيه فيه بعض بيتعمدوا وفيه بعض البلاد الأرياف بيقول لك إيه يعني بيخافهم الحسد وبيخافهم مش حاف بيقول ما أيدش الولد وما سجلوش اللي بعد السنتين لما إيه لما بعد الفطم وكده سنتين كده أبتدي أسجله سنتين ثلاثة الكلام ده وبيطلع لهش هدية ميلاد بيطلع لهش هدية ميلاد مظبوطة ما تقدرش تقول إنه هو ده مزور ما تقدرش ده مسنن إحنا لما لقينا الأمور دي متفشية عندنا في منطقة القاهرة إحنا بنخاف على الولاد لأن الشهر في المراحل السنية الصغرية برفر جدا مع الولاد في القوة وفي السرعة وفي الالتحام وفي الشرط لما تيجي تصوي في تصويب تصويب بتيجي في ولد مثلا أنت كبير مثلا سنتين ثلاثة عنوة مسنن وبتيجي الشرطة في ولد ممكن يتعود فإحنا وإحنا بنبقى مشرفين على اخطاءات منخاف على الولاد من الإصابات مهمتنا حمايتهم لما لقينا الأمور دي طبعا المدارب عايز يكسب عايز يكسبه بس طبعا معلش معنا اتصال هاتفي لحضرتك من السعودية حد حابب يسأل حضرك على حاجة من السعودية ده أنا ليه موقف آه ده أنا طلعته آه سهلا أستاذ محمد إزاي حضرك يا فن؟ إزاي حضرتك في البداية بحب أشكرك على البرنامج الجميل ربنا يخلى حضرك لأن اللعب الناشئ ده هو مستقبل الأندية والمتخابات طبعا لو ما فيش اتمام بالفئة دي مش هيكون عندنا منتخب قوة تدعى تحقيق أي إنجازات للبلد بحب أمسع كابتن مصر والنادي الأهلي كابتن إبراهيم عبدالصمد أهلا سهلا بيك يا فن؟ وكنت حابب أسأله فين دور الدولة من الاهتمام بالقطاع الناشئين في الصعيد ده سؤال مهمة يا سم حمد فعلا نحسين بتأثير وغياب كبير جدا لدور الدولة عن دعم القطاع ده في الصعيد وده سؤال مهم فعلا يا سم حمد وأنا كنت فعلا هسأله الكابتن في الصعيد بيسألك فين دعم الدولة ودعم الأندية في قطاعات الناشئين في الصعيد ليه مفيش اهتمام بيها شاكرينا بس محمد على اتصالك ونحب نسمع صوتك كل مرة كده إن شاء الله في برنامجنا صار ختناشئ كابتن إبراهيم ده سؤال مهم جدا لا يسأل مهم بس مش حاجة جواب عليه دلوقتي لما خلص لك المخلص لك السؤال بتاعي المسننين لقينا الأمور تفحشت جدا وكله بيعتمد على المسننين عشان يكسب فابتدينا في منطقة القرية خدنا أولا دي المهرجانات اللي احنا بنعملها ده نشاط خاص بينا تمام نشاط خاص بمنطقة القهرة لما تدخل في المسابقات المسابقات دي بتابعة تحت راية اتحاد الكورة احنا تحت راية اتحاد الكورة برضو اه بس مناطق بس ده نشاطنا نشاطنا ده احنا اللي بنحط له القواعد احنا اللي بنحط الرز للولاد تمام وبالتالي لما لقينا الأمور كده وحاتفتح مننا ومش حنقدر نحمي الولاد الزغارين خدنا قرار في منطقة القهار ممنوع المسننين في المراحلة السنية السورية ممنوع فعرفوها زكت لا ما بالشهادة يعني أنا ماشي خلي حد مزور الشهادة لا انت دخلت في سكة تانية التزويش لا انا بقول على المسننين اللي هما بيجي لك شهادة ان هو مسنن اللي هو بتاريخ الميلاد مش زي تاريخ القيدي بعده بسنتين بعده بثلاثة ده مسنن ده مسنن فاحنا لغينا حتة المسننين دي ممنوع دي في منطقة الكهربس اه منطقة الكهربس لغينا حتة المسننين وبالتالي المشاكل التاريخ التقل انت دخلت في حاجة تانية حتة التزويش عملنا برضو قانون كده مشينا بيه سنة كنا بنوقف اللعيبة لما بنلاقي الأجسام كبيرة وكنت أنا برضو مشترك في القصة دي لما بنلاقي الأجسام الكبيرة والعضلة كبيرة قوي في المراحلة السنية الصغيرة والأجسام لا تتناسب مع المراحلة السنية بنطلعها من قبل ما يلعب جايب بقى شهادة مزوارة جايب شهادة مش عارف ايه احنا مناش دعو لا انت خطر على المجموع باقي العب العب في المراحلة السنية بتاعتك ما بنقولكش لا انما انت مش هتلعب مع المراحلة السنية دي وبالتالي حدينا حدينا شوية من من موضوع التسنية لما لقونا مصررين ابتدت الأمور دي تتلاشي حاجة ثانية احنا عاملينها برضو عشان القصة دي مش عايزة اطلع منها قبل السؤالية لا 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 حضرتك لما لقينا الناس كلها بتضعوا على المكسب بتضعوا على المكسب وثلاثة نقط وبيحطوا اولا المدربين بيحطوا الولاد الزغرين تحت ضغط جامل جدا اولياء الاموش في المدرجات بيحطوا ولادهم تحت ضغط جبير جدا الولاد الزغرين لما بتحطوا تحت ضغط ما بيدلكش ما بيدكش الحاجة المطلوبة وما بيحصلش عنده التطور الفني اللي انت عايزه منه اللي انت مستنيه اه اولياء الاموش مش فاهمة عايز ابنه احسن واحد في الدنيا عمال يتكلم من بره عمال يصوت وعمال يسوق اضغط طول الوقت المدرب عايز يكسب عشان مجلس الإدارة وعشان ياخد المكافأة وعشان فاحنا برضو الحمد لله منطقة القرارة فيها يعني شخصيات محترمة جدا كمجلس إداراته وكاللاجنة فنية فاحنا خدنا قرار مفيش نقط مبينسجلش نقط مفيش مكسب وخسار حتى قلنا للحكم ما تسجلش لجوان المهرجان ده معمول عشان الاحتكاج بس الولاد يحتاجه بس ولا في مكسب ولا في ثلاثة بنت ولا في أول ولا تاني ولا الكلام من ده وفي آخر السنة بندل للولاد كلها شهادات تقدير وبندلهم مكافأات عشان نلعب كورو ما ندورش على المكسب بس لقينا برضو لقينا برضو بعض من المدربين مش هسيبها أصلي مش هسيبها لقينا بعض من المدربين بيهتموا بالسبعة ثمانية اللي بيكسبوه برضو اللي في دماغه برضو بيدرع المكسب فبيضوى على التمانية بس اللي هم بيكسبوه ويفضل لعب بيهم طول الماتش الشرط الأولاني والشرط التاني فإحنا راحنا عاملين إيه؟ برضو الأمخاخ جويسة في مدربة القرار الحمد لله يعني راحنا عاملين إيه؟ قلنا لا اللي هيلعبوا الشرط الأولاني مش هيلعبوا الشرط التاني كلهم وده كان آه هيلعب مثلاً تمانية وجون أو سبعة وجون على حسب المواحدة السنية إحنا بحددان الناس في الإخراق بيقولولي في الإيربيس إنه فيكي مية اتصالات كبيرة أوى عشان خاطر الكابتن إبراهيم عو السابط فمعنا معليش هقاطة حضرت دي أواحدة معنا أحمد على التليفون من الفيوم بس مش هسيبها طبعاً أهلا بيك يا أحمد أهلا بيك يا سيد محمد أمورنا فاندم اسأل كابتن إبراهيم معاك قلت عن الناشئين النواد اللي الكبرى زي آلو الزمالك متأخرين وفيش أمل أشياءين بتطلع بالبال يعني الناشئين في مصر نفسه طيب رسالتك إيه لكابتن إبراهيم عب صمد عايز تسأل تقول إيه عادي أتقاله سؤال أولي النادي الألو نادي الزمالك مالهمش أعدنا النادي زي الأول شكراً يا سيد أحمد على اتصالك تشكريه لحضرتك وده سؤال جديد برضا كابتن بنسأله بعد بعد بحركة تجاوبنا على الكلام الجميل اللي حاجة بتقولي فروحنا عاملين إيه الولاد اللي بالعاب الشرط الأولاني ما يلعبش الشرط الثاني ولا واحد ولا واحد كلهم يطلعوا ومجموعة تانية تلعب الشرط الثاني وكمان وإحنا عاملين له إيه عندك أربعة كمان تغيرهم ليه إحنا بنزود المساحة القعدة عشان الناس كلها تشارك وبالتالي ابتدى ابتدى المدربين يهتموا بالمجموعة كلها طبعا وابتدى ناس من اللي هو ما كانش معتمد عليهم ده بيهتمد عليهم من الاحتكاك الاحتكاك بيزود المهارة الفنية بتاعة الولاد وبيزود الأداء بتاعه وبيزود فكره وبيزود المدرب حتى ابتدى يبدع في التمرين سواء المجموعة الأولانية أو المجموعة التانية وابتدى فعلا بيلاقي نتيجة وإحنا كمان ابتدنا نلاقي نتائج ابتدأ في المراحل السنية مطلعان لأولاد الحقيقة مجميع أكثر من رائعة أكثر من رائعة الحقيقة متابعين لكل المراحل السنية 12, 12, 11, 10, 9 هي نواية المنتخب الأولة كابتن يعني الاهتمام بقطاعات الناشئين هي النواية الأولى للمنتخب الأول كل ما بتتعب كل ما بتتعب تحت نحن بنسميها تحت يعني كل ما بتتعب تحت في قطاعات الناشئين اللي هي من 7 سنين لغاية 13 سنة كل ما بتتعب وتعلم المهارة بطريقة جيدة كل ما حابت تلاقي العائد بتاعك اللي هو بعد 13 سنة بتدى بقى يتبصله ممكن يلعب محترف ممكن كذا 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 يبتدي الشكل يبان يبتدي الولد يبلغ يبتدي الشكل القوام يبان يبتدي تديله بقى استحملات يبتدي له قوة يبتدي له سرعات يبتدي له الحاجات بقى اللي بتديله المقاومات البدنية اللي بتأهله إنه يلعب فريق أول وإنه يحترف وإنه وإنه حابيني جاوب على السؤال الأستاذ محمد اللي جنة من السعودية ليه الدولة أو الأندية الكبيرة زي الأهل والزمالك وإنبي والمقاولين ما بتهتمش بقطاعات الناشئين في الصعيد ليه ما بنشوفش دور الأندية الكبيرة في الصعيد مش هنقول الدولة إحنا عايزين نخلينا يعني أنتوا كنتوا مهتمين بالصعيد نادي الأهلي كان عامل أكاديميات في الصعيد ليه لغتوها وقفلتوها لا هي ما تلغتش لا موجودة الأكاديميات سواء في النادي الأهلي أو الزمالك طبعا أنا للفين تماسك الأكاديميات بتاعت النادي الأهلي كلها واحد أسوان وإلى أسوان وإلى أسوان ولقيت برضو أكاديميات للزمالك وكأكاديميات لبعض النوادي الأخرى المشكلة اللي بتقابلنا في القصة دي أنا فعلا لقيت أولاد كويسين لقيت أولاد كويسين أوي في أسوان ولاد كويسين قوي في أصيوت ولاد في سواج ولاد كويسين قوي بتيجي المشكلة اللي بتقابلنا الأهالي الأهالي أولاً ما فيش إقامات المشكلة اللي قابلتنا ما فيش إقامات في النوادي الأولاد أعمارها صغيرة أولياء الأمور بيخافوا عليهم إنهم يبعدوا عنهم وبالتالي صعوبة إنهم ييجي يتمرن عندنا صعوبة إنهم يتمرن مثلاً في مصر ويرجع طب ده أنت تاخد 12-14 ساعة من أصول لغاية يعني الولد هيخدها زائد طبعاً التكاليف المادية العالية جداً في السفر وكده ولا في إقامة ولا في الولياء الأمر خايف على درسته خايف على مستقفاله المشكلة دي قابلتني أنا شخصياً لما كنت مسكي الأكاديمية فيه أولاد خدتهم فعلاً ومودتهم النادي آه على مستوى جيد جداً المشكلة دي قابلتنا الناحية الدراسية نعمليه آه حننقل له طب الإقامات حتبت زائي طيب التكاليف حتبت الأموذ مش سهلة زي ما هو بيقوله في السعيد لا السعيد فيها أولاد كويسي وانا معاه جداً أن السعيد في أولاد كويسي ما عليش فيها الأزان هنطلع فاصل ونرجع نكمل الإجابة بعد الفاصل ونرجع نالكم تاني بعد الفاصل مع كابتن إبراهيم عبدالسامر كابتن إبراهيم إحنا معليش الفاصل أطعق فعايزين نكمل اللي حضرتك كنت بتقوله وعايزين نسأل بقى حضرتك السؤال المهم اللي طبعاً أنا مستني من حضرتك منه الكتير الاستثمار الرياضي في مصر الله يعني الاستثمار الرياضي ده هو اللي بوازرنا الدنيا في قطعات الناشئ من الآخر كده في ناس دخلاء على الوسط على الوسط الرياضي كافة يعني عمرهم ما زولوا كرة ولا اشتغلوا ولا احتاجها يا ربنا ادهم شوية فلوس روح مشتري اسم نادي النوادي اللي بيشتريها دي نوادي يعني فقيرة ما تستحملش ما عندهش نفقات تصرف على خطعات الناشئين وبالتالي لما بيجي لهم واحد لما بيجي لهم واحد مستثمر أنا عايزة اشتري فرقة 2008 مثلاً يعني بقول اي محالة سنية وفي واحد تاني بيشتري 2009 واحد بيشتري 2010 واحد بيشتري 2011 ما بيقولولش لأ اللي بيدفع اكتر بياخده بيوم ياخدون من المستثمر ده الرقم حسب ما بيتفعوا عليه 10.000-15.000 بيتفعوا على الرقم اللي النادي حياخده والمستثمر ده بيجيب ولاد الولاد دول دفعين للمستثمر ده مش اقل من 6-7.000 جنيه واولياء الامور بيدفعوا عايزين ولادهم نلعبوا نلعبوا صحيح المستثمر بروح ممضي اللي هي اكثر من حاجة المستثمر بروح ممضي الولاد دول في النادي اللي هو اشتري منه الاسم وبالتالي بيبقى الولاد دي تبعين للنادي ده كلاعيبة هو اللي يقدر يتحكم فيهم في كل حاجة دي هنرجع لها في الآخر اني يجي بقى للمستثمر كل اللي يهمه كام حيبى في جيبه صحيح ولا يهمه مكسب ولا خسارة ولا مستقبل الولاد ولا نوعية اللعيبة اللي بيلعب ولا نوعية اللعيبة اللي بتلعب اللي بيدفع أكتر هو اللي يلعب بيلعب وبالتالي برضو انا بعت اه طبعا أولياء الأمور يعني بيحبوا ولادهم يزولوا بيحبوا ولادهم يتمرنوا بيحبوا بس لازم يبقى فيه وعي عندهم انه هم بيحطوا فلوسهم في حتة كويسة المستثمي ده لازم يكون جايب مدرب جيد انا عايزة قطعك في حتة صغيرة اتفضل قطعني اللي هيدفع فلوس ده قادر قادر يدفع فلوس طب وليه الأمر اللي مش قادر يدفع فلوس وابنه ما هو هيروح فيه بل انا هجبها لك بل انا هنخلينا في اللي بيدفع فلوس ناشا كب اللي بيدفع فلوس والمستثمي لا يهمه اي حاجة ما بيهموش حاجة في القصة خالص عشان يبقوا لي الأمور واضحين انا واضح معاهم كل اللي يهمه ان الولي الأمر يتفعله وكل اللي يهمه ان الولد يلعب الولد يلعب وخلاص وهو بيدفع على الفلوس ما بيدفعش على نوعية المدرب بقى اللي جاي لان نوعية المدرب اللي جاي لازم هيجيبه قليل عشان ياخد قليل صحيح وبالتالي اللي جاي قليل ده ما بيعلمش الولاد حاجة وبالتالي المستوى مش حيلاقي مستوى جيد مش حيلاقي مستوى جيد نيجي للحتة التانية لو في حد برز لو في حد برز من الولاد دول والأب بقى عايز ياخد استغناء لنادي معي هيروح الأهلي أو يروح الزماجة النادي تاني النادي بقى اللي هو مضيله أو المستثمر ده بياخد فلوس تاني من أولا الأرض عشان يديله الاستغناء يعني يدفع مرتين يدفع مرتين النادي بيستفيد اللي هو مضيله والمستثمر يعني المستثمر طالع واكل نازل واكل والمستوى الحقيقة لا يبشر بالخير ودي بقت عندنا ظهرة غريبة فرم لا كتير قوي بيبيعوا الفرق كتير قوي بيبيعوا الفرق يعني أغلب المهرجلات اللي احنا بنعملها في منطرة القاهرة ليفربول وإدونيزي ومش عارف ايه بس الولد داخل بقى سامي بقى سامي فرق تانية حتى لما تيجي تسأل الولد طبعا مظهرهم باين مظهرهم باين باين لبس بتاعهم كل الملامس والجزم وكده حاجة شديدة شوية لما تيجي تسأله انت في نادي ايه يقولك انا ليفربول انا ادونيزي وهو داخل باسم نادي درجة تالتة عندنا وانت بتضعش تقوله حاجة طب السؤال هنا كفتين دور المنطقة فيه المنطقة ليس لها دورش في القصة دي ليه بقى كفتين الولد ماضي في النادي اللي تابع للمنطقة تمام وبالتالي هم منعرفش بقى من الولاد كرنيهاتهم ويقبوا مصبوط وبنطلع لهم مبتاع انه هو تابع لنادي الفلاني الفلاني مركز شباب كذا او نادي كذا فهو تابع للنادي ده خلاص ما يعرفش الخلفيات بقى صحيح ده تابع نادي ايه ولا تابع نادي ايه ولا بريس سان جريمان ولا ليفربول منطقة من اجدع والغلق الورق بيقولوا انه في نادي كذا وبيطلع له الكرنيه انه نادي كذا انه نادي كذا تابع لمنطقة القرية فالحتة دي المنطقة ليس لها دور المنطقة لها رسم الاشتراك وانه اوراق سليمة 100% وانه بيطلع له كرنيه سليم 100% في طبع المرحلة السنية اللي هو فيه انما المشكلة فأولياء الأمور المشكلة فأولياء الأمور انه هم بينصاقوا وراء الأوهام بتاعة المستثمرين وبيدفعوا بيدفعوا ارقام كبيرة بيدفعوا ارقام كبيرة قوي ويعني ياريت الجدوى والعائد بييجي على الفلوس دي لا مفيش عائد الا في تفارات بيبقى ربنا مدي موهبة لولد منهم ولا حاجة بيبقى في تفارات صغيرة يعني كلمة صرخة صرخة الأولياء الأمور هو برنامجنا صرخة ناشئ صرخة الأولياء الأمور انهم يتبع طرق السليمة طبعا في اخترار حتى يبقى حتى هم ليهم دور في اخترار المدرب انه هو يبقى مؤهل يبقى متعلم يبقى يعرف يعمل المحل السنية بتاعتهم يبقى الأمور كده تبقى متكاملة حاكيا يا كابتن إبراهيم احنا مش هتنفع مع حضرتك حلقة واحدة والله بجد احنا عايزين حضرتك حلقات كتير قوي لان حضرتك حطيت ايدك على لوب القضية في قطاعات الناشئين احنا عايزين مع حضرتك وناخد بواعد من حضرتك ان شاء الله في حلقات تانية بإذن الله لان وقت البرنامج خلاص أزف ولسه عندنا الكابتن إبراهيم ما هيمضرنا على تشيرت المنتخب المصري وعلى الكورة فاحنا معلش بنعتذر على ما قدرناش نجاوب على كل الأسئلة اللي معانا في الكنترول وما قدرناش نتواصل مع كل الناس اللي كانت حابة تسأل الكابتن إبراهيم بس أعدكم ان شاء الله ان الكابتن إبراهيم هيبقى معانا في حلقات كتيرة قوي ونتكلم ونعالج احنا عايزين نعالج المشكلة يا جماعة احنا مش جايين نصفي حسابات مع حد احنا عايزين ننهض بالكورة المصرية وهننهض بالكورة المصرية من خلال أمثال كابتن إبراهيم عبدالصمد الناس اللي هي فعلا عايزة الكورة تنهض كابتن إبراهيم هستاذنا حضرات تنضينا على الكورة نا يا حبيب وتنضينا على معاك ألم زي ما انت كابتن لا معانا ألم طيب الله أنا معاي ألم أنا لا يمكن ما امشي من غير ألم طيب خلص يا كابتن نمضي بالألم بتحضر لا هاتي حبيب ياشي كابتن لا تفاضر اشتركوا في القناة تسعة شكرا كابتن في نهاية حلقاتنا بنشكر الكابتن إبراهيم عبدالصمد على تشريف ولينا النهاردة وأعودكم في حلقات القادمة ان شاء الله يبقى معنا نجوم كتيرة والناقش من خلالها قطعات الناشئين في مصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته